نعم متواصلين في تغطية الأجنحة المشاركة في معرضي يوميكس وسمتيكس 2024 مشاركات مميزة خصوصا في القطاع الحكومي والقطاع الوطني تحديدا هناك مشاركات حكومية وكذلك خاصة من أبرز المشاركات المميزة كذلك والذي تشارك للمرة الأولى شركة حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات وللحديث أكثر عن مشاركتهم في هذا المعرض وفي هذه النسخة تحديدا ينضم معي عبدالغني طبارة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطور الأعمال في شركة حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات ليحدثنا بداية عن الشركة نفسها شكرا إليك نحن أول سنة منشترك بيوميكس وشركتنا إلى من 2001 هي شركة وطنية وبرايفت نشتغل بأنظمة الكميونيكيشن والسيكوريتي نحن من ورد أجهزة موتورولا أجهزة الوريتيكس وهلأ من 2017 لليوم فتنا بمجالة درونز كل الشغل نشتغله بدرونز إن كان انسبكشن إن كان الأنظمة الأمنية لدينا منشآت نفطية بدنا نحميها يعني عم نقدم سولوشنز كلها شغالة حول الدرونز يعني إذا تشوفوا هوني على اليمين لدينا الستيشن هي عبارة عن بوكس بنحط فيها درون والسيستم بيكون أوتوميتد نحن منحدد الميشن وبتطير الطيارة لحالة وبتعمل مسح الأمنة الكامل على المنطقة الحساسة وهذا الستيشن كمان حتى بيغير البطاريات يعني ما منحتاج يكون فيه شخص موجود على الأرض ليغير البطاريات بنفسه يعني منحط عشر محطات وعنا شخصين بغرفة العمليات عم رأبين المنطقة كلها من ريحة الأير كونديشن والدون الأوفيس يعني موجود عندهم فالحمد الله يعني هيدا تصنيع الإمارات المصنع موجود في دوباي والحمد الله يعني الريسبشن على هالسولوشن كتير منيح الحمد الله إنه كان جيدا لنا شوف بعد غير البطاريات الموجودة عندكم في الصناعات الدفاعية اليوم هلأ هيدا الشركة الوحيدة اللي هلأ نحنا شغالين معها بصناعات الدرونز بالإمارات بس بعدين عم نشتغل مع شركة دي جي آي نحنا الوكلة الحصريين للبوليك سيفتي وحتى لهول الأكاونت عم يستعملوا دي جي آي لإرسورفيلنس ودي جي آي هندي يعتبروا مثل الأبل لشركة شركات الدرونز الجماعة كتير اندستريلايز وفيري متشور والحمد الله يعني عنا كذا نوع درون مع كاميرات حرارية كاميرات نايد فيجن فالحمد الله ريسبشن كان كتير بمعرض يوميكس نحنا كتير فخورين أنه هذي أول سنة إلنا بيوميكس والحمد الله الجود فيدباك موجود كنت رح أسألك أستاذ عبدالغني بعنها هي مشاركاتكم اليوم وهذا اليوم الأول كيف تشوف المشهد والله الحمد الله عنا كتير زباين موجودين بالدوائر الحكومية عم بتزورنا ناس كلها بتعرفنا الحمد الله قلنا زمن موجودين فأوقات الناس ما مقدر نشوفهم كل يوم فمننطر المعارض مثل معرض يوميكس لنشوفهم نرجع نتسلم على الجميع ويشوفوا شو فيه عنا جديد